التحدث مع الذات يا إلهي أكاد أن أفقد صوابي يبدو أنهم انتبهوا أخيرا تلك الضوضاء أصبتني بالصداع من الرائع عودة الهدوء والسكينة للمكان لقد أصبح بإمكاني أن أركز مجددا وأن أسمع الأصوات التي تدور في رأسي هذا تعبير يستخدم للتعبير عن السكينة الشديدة ولكن على الرغم من أنه مجرد تعبير إلا أننا جميعا نملك حقا أصوات تأتينا من داخلنا وعلى الرغم من أنها ليست مسموعة بالطريقة ذاتها التي ندرك بها الأصوات من حولنا إلا أننا نشعر بها ونفهمها فكلنا عندما نستيقظ في الصباح لكي ننهض ونسعى في يومنا نسمع صوتين يتجادلان بداخلنا أحدهما يحث على النهوض من الفراش والاستعداد لبدء يوم مثمر والآخر ينصح بتجاهل الصوت الأول والعودة للنوم والمشكلة الأساسية بالحديث مع النفس هي أن معظم هذه الأحاديث تكون عن أفكار سلبية ينجم عنها القلق والتوتر فنختلق أفكارا عن إمكانية حدوث المشاكل التي نخشى حصولها لأن الدراسات تبين أن أكثر من 93% من هذه الأحداث لن تقع أبدا وأن 7% المتبقية هي ما لا يمكن التحكم به ولا يسعن التكهن باحتمالية وقوعه كحالة الطقس أو الموت مثلا يذكر إبراهيم الفقي في كتابه قوة التحكم بالذات الذي قراته منذ مدة أن هناك خمسة مصادر أساسية للحديث مع الذات حيث نص في كتابه أولاً أن للوالدين تأثير كبير جداً على البرمجة الذاتية فالكثير من الآباء يستخدمون العبارات الناقدة مع أطفالهم طوال الوقت وفي خصوص هذا فإن دراسة قام بها شاد هليمشتر في كتابه ماذا تقول عندما تحدث نفسك؟ تبين أن الإنسان الذي عاش في عائلة إيجابية إلى حد معقول يكون قد تلقى خلال أول ثمان عشرة سنة من حياته مائة وثمانية وأربعين ألف رسالة تحتوي على كلمة لا في حين أن الرسائل الإيجابية في نفس الفترة لا تتجاوز أربعمائة مرة ولهذا بالتأكيد وضع كبير على الطفل وعلى سيكولوجيته في الحديث مع ذاته أما المصدر الثاني فهو بالطبع المدرسة فلم يطلق عليها لقب البيت الثاني سدن وإنما حقيقة أن الطالب يمضي في مدرسته معظم يومه تجعلها حقا مصدرا كبيرا في إنشاء التلميذ وتكوين شخصيته وأفكاره ونحوه فمن البديهي أن يكون الأصدقاء هم أيضا مصدرا جوهريا في البرمجة الذاتية حيث أن تناقل العادات السلبية بينهم يشكل عنصرا أساسيا جدا فمثلا تبين الدراسات أن أغلب الأشخاص الذين انجذبوا إلى عادة التدخين كان بتأثير أشخاص آخرين عندما تراوحت أعمارهم بين ثماني إلى خمس عشرة سنة لذلك وجب دوما الحذر والانتقاء في اختيار الأصدقاء واستفاء من يتسمونه بالصفات الحميدة والأخلاق العالية أما المصدر الرابع فهو الإعلام الذي يزداد تأثيره علينا يوما بعد يوم مع زيادة وسائله وتنوع قنواته حيث أنه لم يعد يقتصر على التلفاز والراديو وإنما تشعب للعديد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير ومع زيادة وسائل الآلام وسهولة نشر المحتويات من قبل أي شخص بغض النظر عن صحة المعلومات أو مؤهلات الناشر تزداد احتمالية التأثر سلبا بتلك المحتويات والانخداع بحقيقتها المزيفة فنجد الآن العديد من الناس يقومون بتقليد المغنين والممثلين ويعتبرونهم قدوتهم في الحياة بدون إدراك أن ما يشاركونه لا يمثل الواقع الفعلية للحياة وأخيراً المصدر الأهم هو نفسك حيث أنك بعد فترة معينة تقوم ببناء أفكارك وآرائك عن العالم الذي يدور حولك حسب ما يناسبك وما تجده منطقياً وملائماً لك وهنا أود أن أنوها إلى الاقتباس الذي استهواني وهو أنت اليوم حيث تأخذك أفكارك وستكون غداً حيث تأخذك أفكارك أي أنه مهما كان تأثير المصادر الأربعة الأخرى التي ذكرتها الآن ما عليك إلا أن تبقى أنت الأكثر قدرة على التحكم بأفكارك فالواقع الذي تعيشه اليوم وكذلك ما ستصبح عليه في الغد هو منتوج تلك الأفكار لذا حاول دوماً أن تجعلها كما تود حياتك أن تغدو عليه وتجنب تركيزها على ما تخشاه يبدو أنني كنت مخطئاً من الواضح أنهم لم ينهوا العمل ومن المؤكد أنكم لم تعودوا تسمعونني جيداً فإنني لا أسمع نفسي أساساً وليس هناك جدوى من الصراخ وداعاً ألقاكم في المرة القادمة